تراوحت المشاركات العربية في أمم آسيا قطر 2023 بين المقنعة والمتوسطة والضعيفة البداية مع منتخب البلد المضيف العنابي الذي أقنع المتابعين بأداء قوي بإحرازه ثلاثة انتصارات في مبارياته الثلاث في دور المجموعات مسجلاً خمسة أهداف ومحافظاً على شباك نظيفة مذكراً جمهير الأدعم بإنجازه في النسخة السابقة التي تووج بها المتخب العربي الآخر الذي حقق العلامة كاملة وأحرز تسع نقاط في دور المجموعات هو المتخب العراقي كما حقق أسود الرافدين في طريقهم مفاجأة بفوزهم على المتخب الياباني الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة كذلك كان المنتخب السعودي مقنعاً في دور المجموعات بتصدره المجموعة بسبع نقاط مع انتصارين وتعدل أما المفاجأة صارت في البطولة فجاء بها منتخب فلسطين بتأهله لدور الستة عشر لأول مرة في تاريخه بعد تقديمه أداء بطولياً في مبارياته الثلاث كما تمكن هجوم الفدائي من تسجيل خمسة أهداف ليكون خامس أفضل هجوم في البطولة حتى الآن كما تمكنت منتخبات كل من البحرين والأردن وسوريا والإمارات من التأهل لدور الستة عشر مع أداء متفاوت بين المتوسط والجيد أما لبنان مع عمان فغادر البطولة من الدور الأول ولم يجني منتخب الأرز سوى نقطة واحدة من مبارياته الثلاث بينما خرج العمانيون بنقطتين من تعادلين وخسارة وسيشهد دور الستة عشر لقائن عربيين خالصين هما قطر ضد فلسطين والأردن ضد العراق